اهلا بكم يا ريت لو حضرتك اول مرة تشوفنا تشرفنا بالاشتراك في القناة وتدوس لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن حسابات المرارة وان شاء الله الفيديو ده هنعرف مع بعض الفرق ما بين المغص المراري والمغص الكلوي وازاي نقدر نحن نفرق بينهم في الاول لازم نعرف ان المرارة هي احد اعضاء الجهاز الهضمي واللي بتقع في اعلى يمين البطن بالقرب من الكلية اليمنى ووظيفتها بتكون تخزين املاح الصفرة اللي بيفرزها الكبد اما الكلة هي احد اجزاء الجهاز البولي وبتقع على طرفي العمود الفقري وبتقوم الكلة بتنقيد الدم من المواد السامة الي بينتجها الجسم والتخلص منها مع البولي بيتشابه المغص المراري والمغص الكلوي الايمن في وجود الم حاد على الجانب الايمن من البطن وممكن يصاحب كل منهم قيء في حالة الالم الشديد في حالة المغص الكلوي الايمن ممكن يمتد الالم للعمود الفقري من الخلف وممكن يصاحبه قيء وصعوبة في التبول ودم في البول اما في حالة المغص المراري ممكن يصاحبه انتفاخ وعسر هضم وحرقة في الصدر والم في الصدر وضيق تنفس ممكن كمان يحصل الالم حاد ومفاجئ في الجانب الايمن من البطن في حالة التهاب الزايدة الدودية الحاد ممكن ما يظهرش الالم اثناء التبول في حالة المغص الكلوي علشان كده ببقى ساعات من الصعب ان احنا نفرقه عن المغص المراري لذلك بيكون التشخيص عن طريق طبيبك المعالج وبيكون التشخيص عن طريق الفحص الكلينيكي وكمان التصوير بالموجات الفوق السوطيع او الاشعات الفيزيونية ووصف العلاج المناسب على حسب الحالة اتمنى المعلومات البسيطة ضدكم في حضراتكم شكرا لحضراتكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته